يتغلغل في الهواء وفي ثنايا أسطح كل ما يحيط به بدءا بالجلد والملابس وصولا إلى الأرائك والستائر دخان السجائر الخبيث يظل في الغبار لأكثر من شهرين بعد تدخينه خبثه يأتي على الأطفال بشكل خاص سواء عبر الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة سطح الأشياء المحيطة بجو المدخن وبالتقاض أشياء على الأرض واللعب بها من غير غسلها في ظل صعوبة التخلص منه خطر الدخان يتخطى إذن المدخن في الدرجة الأولى والمدخن السلبي في الدرجة الثانية ليصل إلى كل ما يحيط بالمدخن بحسب دراسة جديدة قام بها مختبر لورانس بيركل الوطني في جامعة كاليفورنيا وبحسب الدراسة فأن البقايا الضارة التي ينتجها دخان السجائر والتي تلتصق بجميع الأسطح بعد الانتهاء من عملية التدخين تصبح من بين أقوى المواد المسرطنة كما تؤدي إلى تحور الجين مع الوقت ما يسبب أضرارا كبيرة للحمض النووي وقام الباحثون بوضع عينات من شرائط ورقية في غرف تعرضت لدخان سجائر مزمن خلال مائتين وثمانية وخمسين ساعة وعلى مدى مائة وستة وتسعين يوما وخلال ذلك الوقت قاموا بتهوئة وتنظيف تلك الغرف لمدة خمس وثلاثين ساعة ليتبين عدم فاعليتها في خفض وجود الجسيمات الضر للدخان على تلك العينات كما صعوبة تنظيفها تماما استمرار وجود مستويات عالية من النيكوتين على الأسطح في الأماكن المغلقة بما في ذلك الملابس وجلد الإنسان تجعل من التدخين السلبي الثالث هذا خطرا على الصحة كونه يضعف مناعة الجسم ويجعله عرضة لكثير من الأمراض ترجمة نانسي قنقر